دكتورة تروب الخوري استشارية الأمراض البطنية رح تحكينا اليوم عن موضوع مهم جدا وهو يصنف كمرض طبعا وهو السمنة أهلا وسهلا دكتورة صباح الخير أهلا هيسم صباح النور وصباح الخير لكل المشاهدين أهلا وسهلا يعني موضوع كتير مهم ويعني موضوع الصحة إلى جانب السمنة موضوع كتير كتير مهم نحاول نحكي فيه دائما ونحاول نوعي فيه دائما وتصنيفات السمنة وتعريفات السمنة وقديش في الأردن خصوصا بعد آخر أرقام لمنظمة الصحة العالمية اللي هي صدرته 2015 أن الأردن ثالث دولة عربيا في معدل السمنة ورقم 13 عالميا فأي أرقام يعني مش سهلة نهائيا صح؟ أبدا مش سهلة ولما نعرف أن الأردن تقريبا هي الرقم 13 بالعالم من حيث السمنة قديش هي متكاثرة عنا 40 بالمئة من نسائنا يعانينا من السمنة و30 بالمئة من الرجال في الأردن يعانوا من السمنة يعني الرقم زي ما أنت حكيت رقم أرقام فلكية وفي تزايد يعني السمنة من 75 إلى هلأ ازدادت نسبتها ثلاث أضعاف لذلك صار لازم أنه نصنفها مع الأمراض ومع الأمراض الوبائية حتى طبعا طبعا دكتورة كل شيء بحياتنا عم بتغير يعني اللايف ستايل نمط الحياة الوجبات السريعة استخدام السيارات الجلوس لفترات طويلة التدخين أشياء تانية عوامل مرتبطة في السمنة كله عم بتغير ولكن يعني غلي نحكي عن تعريف السمنة لو سمحتي قبل ما نشوف كل هاي الأعراض تماما أول شيء بحب نحكي يعني إذا بدون يطلعوا برسالة المشاهدين إنه السمنة تعتبر مرض ومرض مزمن ومنتكس هاي تعريفها مرض مزمن ومنتكس لأنه كل المرضى وكل الناس بعانوا من إنه بينزل وزن هون بعدين بعود برجع منتكس يعني برجع منتكس يعني يرجع ريلابسينك ديزيز تمام هلأ السمنة تعريفها الطبي هو تجمع الدهون في أنسجة وأعضاء مش مهيئة إلها يعني إحنا العضل نسيجي المهيئ إلها تحت الجلد في درجة معينة لما يزيد عن حده بصير يتجمع في أنسجة وأعضاء تشكل خطر بتجمع حوالين القلب بتجمع حوالين البنكرياس بتجمع حوالين الأمعاء فهذا هو اللي بنسميه الدهون الحشوية أو الفيسر الأوبسيتي تمام اللي إلها علاقة مباشرة بالأمراض هلأ التعريف هذا ما بنقدر نحكيه للمريض بس المريض بده يعرف حاله هو عنده سمنة ولا لا فإحنا بمقياس بسيط منخلي كل واحد يعرف إذا هو يعد من اللي عنده زيادة وزن أو سمنة لأنه هاي مهمة بالنسبة إلنا فالسمنة إنت بتروح عند الدكتور بتقيس ضغطك بقول لك ضغطك 150 على 90 عندك ضغط بيقول لك عندك سكري 120 عندك سكري فإنت كيف بدك تعرف مش من المنظر بنقول هذا عنده سمنة ولا لا فيه إشي اسمه مؤشر كتلة الوزن نعم مؤشر كتلة الوزن هو عبارة عن الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر حاوله يعني على أي واحد عنده كالكوليتر هلأ يحط وزنه بالكيلو لنفترض 70 يقسم على مربع طوله يعني إذا طوله 170 سانتي يحط 1.7 في 1.7 بيطلع عنده مؤشر هذا المؤشر إذا كان من العشرين للخمسة وعشرين فهو مناسب جدا من الخمسة وعشرين للتلاتين منسميه زيادة وزن فوق التلاتين بيصير اسمه سمنة وتتدرج في سمنة أولى سمنة ثانية سمنة ثالثة هلأ هاي السمنة هي المرتبطة بالأمراض السمنة زمان كانت إشي يعني ما حدا يسأل فيها أنه أنت زيادة وزن أوكي يمكن منظر حلو لكن لما تبين علاقتها بالأمراض كانت تعتبر عامل خطر هلأ كثير من الجمعيات اعتبرتها بحد ذاتها هي مرض حلو حلو مش غير الأشياء المتعلقة فيها من ضغط وكوليسترول واشياء نفسية وعلاقات كثير يعني مختلفة أخرى ولكن هي نفسها زيادة الوزن صارت تعتبر نفسها هي المرض تماما أخي ثام هي السمنة زي ما أنت حكيت لها عدة محاور أول محور هو الأمراض القلب اللي بنسميها الأيضية اللي بنسميها الكارديو ميتابوليك دزيزز اللي هي السكري والضغط والكوليسترول العامل الثاني للسمنة هو الواحد لما بيكون وزنه زيادة بيصير في عنده تجمع دهن بيصير في عندنا إشي بنسميه نقص النفس أثناء النوم اللي هي الأبستركتب سليب أبنية فهذا ميكانيكيا مرض من السمنة بنفس الوقت المفاصل اللي بتصير تقلم الظهر اللي بيصير يقلم فأنت عندك عامل مرضي عندك عامل ميكانيكي اللي هو أمراض الروماتيزم وأمراض الأوجاع وسليب أبنية وعندك كمان الأمراض النفسية لأنه الواحد بيصير متدايق أنه هو مش قادر يحصل على وزن مناسب مية بالمية يعني اللي عم تحكيه دكتورة غاية في الأهمية اللي هي العوامل المرضية المتعلقة في السمنة نفسها والعوامل الميكانيكية الأخرى اللي ناس كتير بيعانوا من أشياء وهي علاجها تخفيف الوزن ممكن فيه أشياء تانية إليها علاقة بالأعصاب بجوز دكتورة كمان الالتهابات في الأعصاب يعني تخفيف الوزن أيضا بيساعدها وأشياء أخرى اللي هي الأشياء اللي فيه طبعا إحنا عم تحكي عن خريطة كتير كبيرة وخطيرة والعلاقة الجديدة مع السرطان هلأ فيه 13 نوع سرطان تبين إنهم بيزدادوا مع السمنة وحتى السرطان اللي بيجي للي عندهم سمنة بيكون أسوأ وهلأ إحنا في كل حديثنا عن الكوفيد 19 هلأ الكورونا تبين لما شافوا الناس اللي عمالهم بيموتوا في المستشفيات عملوا عليهم دراسات نسبة الوفيات أعلى في الناس اللي عندهم مؤشر كتلة وزنية عالي فركزوا كتير على هذا الموضوع تمام تمام لأنه أيضا إلو علاقة في المناعة وأيضا إلو علاقة بالمناعة النفسية واللايف ستايل وبشكل عام الوعي اللي صحي كله بشكل عام طب دكتورة شو فوائد تخفيف الوزن أو فوائد مثلا بشكل عام تخفيف الوزن 5% و10% مثلا يعني كتير سؤالك مهم وسؤالك يعني مطروح عندنا بالعيادات إنه لما أنت بتقول للمريض انزل وزنك أول شي بحب هيثم يعرفون الناس إنه إحنا ما فيه داعي نحط مقياس عالي لنزول الوزن يعني بيجي الواحد بقولك أنا بدي أنزل 30 كيلو يخلي المقاييس بطريقة بسيطة يعني لو انزلت أنت زي ما حكيت 5% من وزنك إلى 10% بيصير فيه تنقيس كتير في الأمراض في دراسات طلعت إنه إذا الواحد بنزل 15% من وزنه يمكن نعالجه من السكر كامل في دراسة اسمها دايريكت هاي صرنا نحكي للمرضى عنها إنه ما تخافوا مش معناته أجاكس سكري يعني ما بيروح زمان ما كنا نقدر نحكي فيها بس بعد هاي الدراسة تبين إنه إذا الواحد بدير باله وبينزل 15% من وزنه يمكن حتى السكر يتبعه إذا اكتشف بأوله يتعالج فهاي كتير شغلات بتشجع المريض إنه ينزل وزنه إذا بنرتفع لأكتر من 20% بتزيد الفائدة لكن 5% لعشرة بالمية يعني اللي وزنه 100 كيلو لو صار 95% فيه فائدة جمة من هذا النزول جميل جميل طيب دكتورة يعني نرجع لموضوع اللايفستايل يعني من حياتنا الحالية الأكل الوجوات السريعة استخدام السيارات ما فيش physical activity أو نشطات بدنية تدخين الأرقيلة، الجلوس الفترات طويلة، ساعات العمل الطويلة، الإلكترونيات، الموبايل كلها عوامل يعني بتودي للشخص إنه يزيد وزنه بده مجهود كتير عالي عشان ما يزيد وزنه في ظل كل هاي العوامل هلأ هذه اللي انت بتحكي عنها هي بنسميها البيئة المسمنة يعني إحنا بنقول إنه زيادة الوزن طبعا فيه جينات تلعب دور فيها لأنه في عائلات أو عائلياً بيكون كتلة مؤشر الوزن مرات أعلى عند عائلات من غيرها في البيئة المسمنة اللي انت عم تحكي عنها اللي هي هاي لازم إحنا نشتغل عليها مهم جداً اللي انت حكيته لأنه تغيير نمط الحياة كتير بساعدنا بس الأهم من هيك إنه المريض ما ييقس إنه إذا نزل وعاود رجع لأنه إحنا كمان مش بس بنعامل بيئة مسمنة بنعامل حرب بجسمنا نفسها لأنه إحنا في عنا بالدماغ عضو بعرف إنه إذا أنت عم بزيد وزنك أو إذا أنت عم بنقص إذا أنت عم بتنقص وزنك للأسف الشديد هو ما بنبسط هو بيحس إنه إنت داخل مجاعة فبيبدأ يرفع هرمونات الجوع وبيبدأ يقلل هرمونات الشبع فبتدخل في دائرة مغلقة إنك بترجع الوزنك مش لازم الواحد يعني يحس إنه فقد الأمل بده يعاود يرجع من جديد يحط ست بوينت جديدة لهايبوثالمس تبعه إنه أنا بدي 80 ما بدي 85 ومع المرور الزمن كل مرة بنزل بعاود بيطلع بيطلع لوزنها قل بس هي عملية معقدة بشان هيك قلنا هو عملية منتكسة فالنقطة المهمة إنه المريض يناقش طبيبه فيها ما يخجل لأنه نحن حاليا منحب نقول للي عندهم السمنة إنه هذا مش مسؤوليتهم لحالها ولا هي إلة إرادة فيهم ولا إنك أنت بدك تقول له أنت ما درتش بالك أنت أكلت لأنه طبيعة جسمه عم بتخليه يرجع يأكل فبدو يصير فيه تعاون بدو يصير نفسيا هو متقبل نعم إنه يحكي مع الطبيب بالسمنة نفسيا يرد عليه بهاي الشغلات وبنفس الوقت أنت حكيت عنه اللي هو كتير مهم تغيير نمط الحياة نعم نعم دكتور طبق في النهاية لو سمحتي يعني هيك أكيد بدنا مسج لكل الناس اللي عم تسمعنا رسالة كل الناس اللي عم تسمعنا من حضرتك بما يخص موضوع السمنة هلأ زي ما إحنا حكينا السمنة موضوع معقد وطويل والحديث عنه يعني كتير بياخد وقت لكن إحنا يكفي لأنه عم نحكي مع المشاهدين أنه كل واحد يعرف هل هو عنده سمنة أو لأ وما يخجل يحكي مع طبيبه يغير نمط حياته حتى لو بمشي نص ساعة كل يوم زيادة بروح بعمل رياضة كتير رح يستفيد لكن أهم إشي أولا نعترف بأنها السمنة مرض ونعترف أنه إحنا منقدر نحكي مع طبيبنا بهذا الموضوع جميل جميل جدا دكتورة طروب الخوري استشارية الأمراض البطنية شكرا كتير لإليك يعطيك ألف عافية اشتركوا في القناة